موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة تونسنا نفذت جمعية القضاة التونسيين اعتصاما بمقرها احتجاجا على الحركة القضائية الأخيرة وعلى ما وصفته بفقدان شرعية المجلس الأعلى للقضاء لا لحركة القضاة الأخيرة بهذه العبارة ندد عدد من القضاة المنظوين تحت جمعية القضاة التونسيين بالحركة القضائية لسنة 12 و2000 وصفين إياها بالحركة المسيسة والماسة بالاستقلالية في ظل وجود مجلس أعلى للقضاء فاقد للشرعية بحسب تعبير روضا الجرافي نائبة رئيسة جمعية القضاة التونسيين اللي يقع أن السلطة السياسية اليوم هي اللي قررت الحركة القضائية وقرتها بمعايير القديمة يعني معايير أن الخطط والمسؤوليات وأنه قل أسني دات تبقى معايير الانسجام والقبول بنظام التطويع والخضوع ويعني معاقبة القضاة اللي معانتها كانوا ديما متمسكين باستقلاليتهم جمعية القضاة التونسيين قررت الدخول في اعتصام بمقر الجمعية كخطوة احتجاجية لمطالبة وزير العدل بالتراجع عن القرارات التي اعتبرتها مذرة بوضعيات القضاة واصفين ما يحدث بأنه محاولة للتدجين واستعمال سيء للسلطة من قبل نوردين لبحيري والمتهم بمحاولة فرض وصاية جديدة على سلك القضاء حركة قضائية مزعومة انبنت على انتقام سياسي وانبنت على تدجين تحسيس للسلطة تحسيس للناس ثانيا انه رو لسنا مستعدين ان نداوم نفس منظومة العهد السابق لانه وقع احياء مجلس اعلى للقضاء مقبور لكي يحقق اهداف سياسية اعتصام جمعية القضاة لن يكون حتما الحركة الاحتجاجية الاخيرة في ظل تواصل تبادل التهم بين السلطة متخوفة من توظيف هذه الاحتجاجات كجزء من حملة سياسية تحضيرا لما يعتبره البعض موعد فراغ دستوري ومحاولة للتشويش على حركة اصلاح القضاء وجمعية القضاء التي ترى انها اصبحت في مواجهة حتمية مع ما تعتبره محاولات وزارة العدل متكررة للهيمنة على المؤسسات القضائية في تونس أعمدت مجموعة من الشبان بمدينة حمام الأنف إلى غلق الطريق الرئيسي رقم واحد في مستوى وسط مدينة حمام الأنف وذلك بإشعال إطارات مططية والقيام بأعمال عنف وشغاب على إثر تدخل قوات الأمن الخامس لإخلاء دار البي بحمام الأنف التي تم الاستلاء عليها من قبل 220 عائلة في فترة الثورة سنة 11 و2000 بطريقة غير قانونية واجهت قوات الأمن رفضا من قبل المستولين على دار البي والذين رفضوا الإنسياع لأوامر وحدات الأمن وقاموا بإشعال إطارات مطاطية وسط الطريق وغلقه كما قضفوا السيارات المرة بالحجارة وذلك احتجاجا على إخراجهم بالقوات مطالبين بتوفير العمل اللائقة والنظر في وضعيتهم الاجتماعية ما عنديش من نسكن نسكن في بيت باركة لا حياة في الدين ذور في تابعة على خرجية تشكية تعملت عملت 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 وعلى إثر هذه الأحداث حضر ويلي حمام الأنف لتفاوض مع الشبان ويقناعهم بفتح الطريقة إلا أن محاولاته باءت بالفشل فغدر المكان كما امتنع عن مدينة بأي تسريحات كما هدد الشبان بمواصلة الحرق والتخريبي إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم وقد تطورت المواجهات بين وحدات الأمن والمتظاهرين إلى التراشق بالحجارة واستعمل الغاز المسيل للدموع مما أدى إلى عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الأمن التي حاولت إعادة فتح الطريق وتفرق المتظاهرين طالب نقابي وأطباء خمس مستشفيات بالعاصمة خلال إضرابهم عن العمل وزارة الصحة بتطبيق الاتفاقيات المبرمة مع النقابات الأساسية للصحة والمتعلقة بمنحة العودة المدرسية ومنحة الأعياد وحمل عدد من النقابيين التابعين للمستشفيات مسؤولية التقليص من هذه المنح إلى وزير الصحة الذي اتهموه بفرض سيطرته التامة على إدارات المستشفيات وتعطيل العمل النقابي بداية بخمسة مؤسسات معهد وطني لأمراض العصاب مستشفى عزيزة عثمانة، مستشفى الجهوي خير الدين، معهد الهادي الرئيس لأمراض العيون ومعهد صالح زيز الأمراض السرطانية ولكن اليوم ربما كنتم أمام الوزارة كان حضور كبير جدا انتقل من إضراب لخمسة مؤسسات إلى إضراب على مستوى جهة تونس ولنا غدوة اجتماع المجلس القطاعي الجهوي وربما يقرر مبدأ الإضراب على مستوى جهة تونس كاملة هذا إلا من توقع إضراب قطاعي على مستوى القطاع الكام لأن أصبحنا نحس أن العمل النقابي مستهدف وإذا وقع استهداف العمل النقابي لن يكون هناك عمل اجتماعي ولن يكون هناك القانون الأساسي الذي نطمح إليه منذ خمسين سنة وصف زعيم حركة النهضة رشد الغنوشي خلال حوار إذاعي الخميسة حركة نداء تونس بأنها أخطر من السلفية مصرحا بأن ما وصفه بظهرة رسكلة التجمع من جديد وإعادة إنتاجه تشكل تهديدا ومؤامرة على الثورة وأكد الغنوشي من ناحية أخرى أن حركة النهضة اقترحت أن تكون الانتخابات التشريعية القادمة في الأسبوع الأول من شهر جوليا من العام المقبل على أقصى تقدير بمسندة عدد من ممثلي المجتمع المدني نفذ صحفي وأعوان الإذاعة الوطنية وقفة احتجاجية أمام مقر الإذاعة احتجاجا على أقصاء عدد من المنشطين القدامى من قبل الرئيس المدير العام محمد المدب الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل الحكومة وندد صحفيون المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية بتعيين المدير العام الجديد على رأس الإذاعة الوطنية والذي اعتبروه تعيينا مسقطا خلق وضعا محتقنا داخل مؤسسة الإذاعة على حد تعبيرهم هذه الدار هي ملك لكل الشعب التونسي والشارع التونسي هذه مرفق عمومي ما فميش حزب سياسي وسيطر عليه وخارنا نخدم مولا روحنا عملنا مجلس تحرير وهي التحرير من اللي جاء هذه من اللي نصبته حركة النهضة ونحن نعنيه في تدخله في الخط التحريري الصحفيين اللي توا تم إقصائهم بطريقة ماهيش إنسانية حتى تترف من إذاعة وطنية اللي هي رمز إذاعة وطنية تقول 38 معناها تاريخ من عام 38 ماهيش اللي عمرها لنهار ولثمين ولعام ولثمين وفيها رموز اللي يخدموا صحيح عملوا كل شيء من السياسة الإقديمة السياسة التوا أنه تقعد ميزانيا تحسفر تقريبا باش لا تتطور لتقنيا من حيث هو البرفورمانس خليوا هكيكا وقازين الفريقانس اللي ناسي تشاكيوا منها ما تصلح شيء بالعاكس ماشين دمال رمبير أنا فرحان لأنه الإعلاميين بدأوا يكسروا في حاجة الخوف بدأوا يتضامنوا مع بعضهم بدأوا يمدوا في الليد لبعضهم الإغراءات وعملية شراء الضمام اللي حبت تعمل لحكومة الترويكا قاعدة تتيح في الماء هذا يخلينا اليوم معنا قناعة أنه الصحفيين انخرطوا في المسار الثوري ونحازوا البلادهم ونشعبهم تنطلق الجمعة أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة من المحطة الجوية الثانية لمطار تونس قرطاجة وعلى متنها 260 حاجة تونسيا وقدر ديوان الطيران المدني والمطارات عدد الرحلات المبرمجة لتأمين موسم الحجة لهذه السنة بـ 45 رحلة ستنطلق من مختلف مطارات البلاد وفي ليبيا اقتحم متظاهرون غضبون مقر المؤتمر الوطني العام في ليبيا للتعبير عن رفضهم لتشكيلة الحكومة الجديدة المقترحة وجاء المتظاهرون من بلدتي الزاوية والزوارة للتعبير عن رفضهم لما يعتبرونه تمثيلا في مجلس الوزراء لا يتناسب مع إسهامهم في الانتفاضة التي أسقطت حكم العقيدة الليبية الراحل معمر القذافي وإلى تطورات الملف السوري حيث نفى نائب رئيس الوزراء التركي أن تكون موافقة البرلمان على العمل العسكري خارج الحدود مذكرة حرب يأتي هذا في وقت استأنفت فيه أنقر الخميسة الهجوم على مناطق سوريا ردا على سقوط قذيفة بالأراضي التركية والتي أصفرت عن مقتل مدنيين قذيفة مارتر تشعل النار تحت أقدام دمشق فبعد الحادثة الأخيرة والتي أصفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة عشرة آخرين خلال سقوط قذيفة من الاتجاه السوري على بلدة حدودية تركية سارعت أنقر بشن هجوم مضاد على مواقع داخل سوريا استأنفت الخميس وأصفرت عن مقتل العديد من جنود الجيش السوري النظامي أنقر التي طالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة لوقف ما اعتبرته انتهاك لسيادتها ولوقف ما وصفته بالعدوان السورية تحصلت على تفويذ من البرلمان التركية يمنح الحكومة التركية برئاسة رجب تايب أردوغان إجراء عمليات عسكرية خارج الحدود إذا اقتضى الأمر لكن رغم أعلان أنقر على لسان نائب رئيسها عدم نيتها خوض حرب على دمشق إلا أن حصولها على تفويذ من البرلمان قد يفتح الباب أمام عمل عسكري شرعي من جانب تركيا يبدو أن تمسك كل من روسيا والصين الحليفتين التقليديتين لدمشق بعدم التدخل في الشؤون السورية دفع الغرب إلى البحث عن سيناريو جديد محكم التنفيذ بمساعدة أطراف داخلية في سوريا لتأجيج نار الفتنة بين الجارتين والغاية منه التشريع لتدخل عسكرية يقوده حلف الشمال الأطلسية الذي اكتفى في بدي الأمر بالتنديد بالحادثة وسيكون في الصفوف الأولية بمساندة أنقرة أحد أعضائه في حال التصعيد من الجانبين إدانات دولية واسعة عقبت سقوط قذيفة من الاتجاه السوري بالأراضي التركية وهو ما عبرت عنه مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاترين أشتون التي حثت السلطات السورية على احترام سيادة جميع الدول المجاورة وفيما عبر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عن تضامنهم الشديد مع تركيا داعيا إلى عدم التصعيد في المواقف جاء الموقف الفرنسي أكثر سرامة حيث أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس على ضرورة إدانة المجتمع الدولي السلطات السورية بقوة وزير الخارجية الروسية سيرجي لابروف من جهته أعلن أن قصف الأراضي التركية كان حادثا عرضيا مؤكدا أن دمشق أعربت عن أسفها لوقوع هذه الحادثة والتزمت بعدم السماح بتكرارها في المستقبل وسعيا منها لاحتواء الموقف عبرت دمشق عن أسفها لما آلت إليه العلاقات السورية التركية وتعهدت بفتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة التي قد تنظر بحرب بين الجارتين وقد تشمل المنطقة بأكملها أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى إمكانية تخفيف العقوبات عن إيران سريعا إذا كانت طهران مستعدة للعمل مع القوى الكبرى للرد على التساؤلات بشأن برنامجها النووي وأكدت كلينتون أن تعنط طهران هو سبب ترد الأوضاع الاقتصادية وأن العقوبات الغربية لا علاقة لها بما آلت إليه الأوضاع ومن جهة أخرى قال وزير الخارجية الإسرائيلي أفجدور لبرمان إنما أسماه ربيعا فارسيا سيعقب الربيع العربي نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على إيران والتي ستثير على حد اعتقاده حركة احتجاجات واسعة ودعا لبرمان الدول الغربية للتحرك من أجل مساعدة الاحتجاجات التي اندلعت في طهران على خلفية التراجع التاريخي للعملة الإيرانية قضت محكمة جنيات القاهرة الخميس بسجن رجل الأعمال المصري أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل لمدة سبع سنوات وتغريمه بأكثر من ثلاثة مليون دولار بعد إدانته في جريمة طبيض أموال حصل عليها بطرق غير شرعية وكان عز من المقربين لجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسن مبارك وعرف بأنشطته الصناعية الأحتكارية في صناعة الحديد قتل أربعة أشخاص وأصيب أحد عشر أخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة استادفت موكب أحد الشركات الأمنية الخاصة في غرب بغداد وتتولى شركات أمنية خاصة في العراق حماية العابلين في بعض الشركات الأجنبية ورجال الأعمال بالتنصيق مع وزارة الداخلية أعرب أغلب المشاركين في استطلاع بالولايات المتحدة أن المرشح الجمهوري بيت رومني حقق الفوز على الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما في أول مناظرة تلفزيونية بينهما وجاء في استطلاع الرأي الذي شمل أكثر من أربع مائة ناخب مسجلا ألا سبعة وستين في المائة أكدوا أن رومني هو الفائز بالمناظرة في حين قال خمسة وعشرون في المائة إن أوباما أبلى بلاء حسنا بيضا الخبر المشاهدين نصل إلى ختام نشرتنا نلقاكم في مواعيد أخبارية لاحقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر